هذا الدرس صعب جداً لنواصل البحث على الإنترنت لا شبكة عندي لماذا؟ أنا عندي الشبكة قوية ربما لعيب في هاتفي أرني؟ نعم عندك مشكلة في البرمجة سأحلها لك حالاً هل تفهم في برمجة الهاتف؟ ومن يفهم أكثر مني في ذلك؟ أرى أن نرسله إلى فني متخصص وفر عليك مالك الفني لن يفعل أكثر مما أفعله أنا الآن ستعيد البرمجة؟ نعم تفضل ما هذا؟ أين الأسماء؟ وأين السور؟ ومقاطع الفيديو؟ مصحت كلها وأنا أعيد البرمجة وماذا سأفعل الآن؟ تذهب به فوراً إلى فني متخصص أستغفر الله العظيم أين ذهبت القناة؟ أتبحثين عن شيء يا أمي؟ قناة الطهو اختفت لقد تغير ترددها هل تعرف التردد الجديد؟ بسيطة نبحث عنه على الإنترنت بسرعة يا عمر حتى لا يفوتني سنف الدجاج بالبشاميل الدجاج بالبشاميل الدجاج بالبشاميل ها هو التردد الجديد اتصل بالمهندس حتى يأتينا ويعيد إلينا قناة الطهو وكل القنوات المختفية مهندس؟ وأنا موجود؟ هل تستطيع أن تفعلها بمفردك؟ ومن غيري يستطيع؟ ما هذه الأصوات المزعجة؟ صبراً يا أمي حالاً ستظهر القناة أية قناة؟ لقد اختفت كل القنوات؟ حسناً الآن نحضر المهندس يسين يسين هل خاصمتني يا يسين؟ ألسيت ما فعلته به؟ أصلحت لك جوالك بل أفسدته فأخذته أمي مني وأقسمت أن لا تعيده لي حتى آخر الشهر لأنك تعبث به كثيراً يا يسين أنا الذي أعبث به؟ نعم ألم أنصحك مراراً أن ترسله إلى الفني المتخصص؟ يسين أصبح عصبياً جداً هذه الأيام هيا انغلقي شيماء أعطيني الحقيبة لكي أغلقها لكي يكفي ما فعلته بجوال يسين ها؟ تأخر الأستاذ صالح ماذا سنفعل؟ تجربة اليوم مهمة جداً حسناً لن نضيع الوقت ماذا ستفعل؟ سنقوم بالتجربة قبل أن يأتي المدرس ستكون مفاجأة له وسيفرح بنا جداً انتظر يا عمر لم نقم بهذه التجربة من قبل لابد لنا من مرة تكون هي أول مرة انظروا الخليط الكيميائي على النار وما هي إلا دقائق معدودة حتى نحصل على الغاز المطلوب أتيتك بمرهم الحروق الذي أوصى به الطبيب وأين الشاشر يا أمي؟ سأحضره حالاً شفاك الله يا صديقي أرأيت ما حدث لي يا إمام؟ أه أنت الذي فعلت بنفسك كل هذا أنا نعم لأنك تفتي بغير علم وتتصدى لما لا تعرف أستحي دائماً من أن أقول لا أعلم عليك أن تستحي من أن تقول أعلم وأنت لا تعلم وهل قلت أنت لا أعلم من قبل؟ كثيراً جداً لقد رفضت الفتوى في أمور كثيرة أكثر من الأمور التي أفتيت فيها لماذا؟ لأني رأيت علماء أفقها مني في هذه الأمور ولقد نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن أن نفتي بغير علم ومقولة الله أعلم هي نصف علم قل لي إذن ماذا فعلت مع طالب العلم الذي أراد سرقة كتابك في بغداد؟ هل عفوت عنه؟ آه آه آه